11 بصام بتوقيتها مضابية السابعة بتوقيت جرينج سوريا مبادرة سياسية متعددة لا تحظى بالإجماع منذ دلاع الصراع في سوريا كان هناك خياران لا ثالثة لهما أولهما الحسم العسكري من قبل أحد الطرفين وهذا ما لم يحدث وبات اليوم مستبعدا من قبل كثير من القوى الدولية والإقليمية وثانيهما الحل السياسي ولكن أي حل وبأي صيغة هنا تعددت المبادرات ولكن دون نتيجة كان أولها ما تسمى بتفاهمات جينيف التي تحاول واشنطن وموسكو الآن البناء عليها من خلال ما يسمى بجينيف اثنين ثم طرح الرئيس أو رئيس لإتلاف المعارض المستقيل معاذ الخطيب مبادرة تم رفضها وعاد اليوم وطرح مبادرة أخرى لم تلقى قبولا لا لدى دمشق ولا حتى لدى زملائه في المعارضة والتساؤل المطروح اليوم هل لدى المعارضة السورية تصور لحل سياسي يكون مقبولا من خصومها في دمشق سوريا مبادرات سياسية متعددة لا تحظى بالإجماع موضوع حوارنا الليلة على سكاينيوز عربية حوار الليلة مع عمر عبد الحميد في حوار الليلة سينضم إلينا كل من عضو الائتلاف الوطني السوري لؤي الصافي من اسطنبول ومن اسطنبول أيضا سينضم إلينا المحلل السياسي التركي مصطفى أسجان ومن دمشق سينضم إلينا عضو مجلس الشعب السوري أنس الشامي بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال ضرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك سوريا مبادرة سياسية متعددة لا تحظى بالإجماع موضوع حوارنا الليلة أرحب مرة أخرى بضيوفي من اسطنبول عضو الائتلاف الوطني السوري لؤي الصافي ومن اسطنبول أيضا المحلل السياسي التركي مصطفى أسجان ومن دمشق عضو مجلس الشعب السوري أنس الشامي نذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال ضرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك مرحبا بضيوفي جميعا وأبدأ معك أستاذ لؤي الصافي في اسطنبول اليوم تابعنا ردود الفعل على المبادرة التي قدمها السيد معاذ الخطيب لحل الأزمة السورية والتي قبلت بتحفظ في اجتماع ائتلاف الائتلاف الوطني السوري في اسطنبول أسألك هل هذا التحفظ يعود إلى طريقة عرض هذه المؤامرة التي كان فيها قدر من المفاجأة أم لمضمونها الذي يقول بخروج آمن للرئيس السوري بشار الأسد أم لسبب ثالث تقصد عرض المبادرة طبعا هذه مبادرة شخصية مبادرة الشيخ معاذ هو ضعم على صفحته الشخصية على الفيسبوك ثم اليوم قدمها في الصباح في اجتماع الائتلاف في العام الائتلاف ولم تناقش يعني لم تتم مناقشتها لماذا؟ حقيقة وليست موجودة على جدو الأعمال بالأصل لماذا؟ هل لا تستحق هذه المبادرة أستاذ اللؤي؟ لا تستحق أي مبادرة استحق النظر فيها لكن هي ليست على جدو الأعمال ونحن الآن لسنا بصدد النظر في مبادرات عادة في عندنا هيئة سياسية وهو عضو في الهيئة السياسية طبعا الأستاذ معاز كان بإمكانه تقديم الهيئة السياسية لدراستها ثم عرض على الهيئة العامة وهي بحاجة طبعا لنقاش طويلة جدا فيها 17 بند بحاجة إلى مزيد من النقاش قبل أن تكون جاهزة للتصويت طيب أنت بشكل شخصي كيف ترى هذه المبادرة؟ لعلك طلعت على الأقل على النقطة الأساسية فيها والتي تقول بخروج آمن للرئيس السوري بشار الأسد مع خمسمائة ممن يختار؟ أنا شخصيا أرى أن هذا جزء من عملية التفاوض لا يمكن أن توضع ضمن مبادرة بهذا الشكل نحن النقاط الأساسية التي نريد أن نؤكد عليها أن أي تفاوض يجب أن يكون حول نقل السلطة وإحداث نقلة من النظام الحالي اللي هو نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي يشارك فيه الشعب ويختار حكومته وعندها هناك تفاصيل يمكن أن تفهم حوله لكن أنا أعتقد وضع هذا البند باعتباره جزء من مبادرة أنا شخصيا أرى أنه سابق لأوانع لماذا هو سابق لأوانع أستاذ لؤي؟ لأن هذا هو التفاوض تفضل يعني هذا البند جزء من التفاوض وليس شيء تطرحه كمبادرة طيب دعني أنتقل إلى ضيفي في إسطنبول عفوا في دمشق عضو مجلس الشعب السوري الأستاذ أنس الشامي مرحبا بك أستاذ أنس وكأن النظام السوري يتفق مع المعارضة في رفضه كل المبادرات الرامية لحل سلمي للأزمة السورية ولوقف سفك الدماء سمعنا أيضا أصوات رافضة تماما وربما حتى استهجنت ما طرحه السيد معاذ الخطيب برأيك ما هي المآخذ على مبادرة الخطيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين ولضيوفك أخي الكريم ما سمعناه من مبادرات أحادية الجانب من المعارضين السوريين كان الأولى بهم أن يجتمعوا مع بعضهم بعضا ثم أن يتفقهم على أن يقدموا خارطة طريق أو رؤية أو مشروعا للخروج من هذه الأزمة التي أدمت قلوب السوريين بكل أطيافهم وألوانهم كان الأحرى بالمعارضة أن تتفق قبل أن تتخاصم هي على مشروع الخروج من الأزمة الحوار الذي طرح من قبل المجتمع الدولي هو يتضمن حوارا ما بين السوريين وليس إملاءات تفرض من الخارج فكان على هؤلاء أن يستجيبوا لدعوة المجتمع الدولي إلى طاولة حوار هناك يتم التباحث في آلية الخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان لوقف شلالات الدماء التي أصابت أبناء الشعب السوري بكل أطيافهم وألوانهم على لا حد سواء كل الإشارات التي صدرت عن المعارضة وربما أعود إلى الأستاذ لؤي الصافي تقول بأنهم ذاهبون على ما يبدو إلى مؤتمر جنيف 2 إذا كنت تقصد ذلك أستاذ أنس أستاذ لؤي هل أنتم ذاهبون لدعوة صدرت من المجتمع الدولي إلى مبادرة روسية أمريكية بالأساس للاجتماع مرة أخرى في جنيف 2 نحن رحبنا بالمبادرة الدولية إذا كانت هي ستقود إلى إنهاء المعاناة وإحداث النقلة كما قلت باتجاه نظام يحظى الشعب فيه بالسيادة والحرية وهذا جهدنا الآن محاولة رؤية هل النظام أولا قبلة باتفاقية جنيف ببنود هذه الاتفاقية وهذه البنود تنص على وقف القتل سحب الجيش إطلاق المعتقلين وهم يزيدون عن 200 ألف أما ما يتعلق في إملاءات أعتقد هذا كلام سخيف أن تتحدث عن إملاءات والمعارضة هي تجتمع لتقرر بناء على المصلحة الوطنية الحوار كان حرا وما يشهد ضيفك من دمشق هو ليس معتاد عليه أن يكون هناك نقاش حر وخلاف الرأي لكن في نهاية نحن ننتهي بالتصويت ونلتزم بالقرار الذي وصلنا إليه الإملاءات تحدث عادة في الأنظمة الاستبدادية عندما يكون هناك رجل واحد يفكر ويقرر ويملي على المجلس الشعب إذا لماذا لا تقبلون أنتم بالحوار مع الطرف الآخر أرجو عدم المقاطعة سنعود ونطرح العديد من الأسئلة لكن دعوني أذهب إلى ضيفي في إسطنبول ضيفي الآخر الأستاذ مصطفى أسجان مرحبا بك أستاذ مصطفى أنقرة أيضا يبدو أنها دخلت على خط تقديم مبادرات لحل الأزمة صحيفة صباح التركية بالأمس وهي صحيفة مقربة من الحكومة نشرت ما قالت أنها خطة طريق تريد تركيا تقديمها لجنيف 2 في حال انعقادة طبعا وتتحدث عن تسليم الأسد لصلاحياته كاملة لحكومة انتقالية يشكلها النظام والمعارضة مقابل السماح له بالبقاء في سوريا وخوض الانتخابات المقبلة أو هكذا نشرت صحيفة صباح هل يعني ذلك أستاذ مصطفى أن هناك نية لدى تركيا لتبني أفكار مشابهة لهذه الأفكار لتخطي عقبة مصير الرئيس السوري أنا أشك في محتوى الخبر الذي نشراه جريدة صباح أصلا هناك يوجد اسم طلس ابن مصطفى طلس وزير الدفاع أسبق في نظام السوري أو من أصدقاء حافظ الأسد إذن هناك ربما تسرب أو خبر ولكن محفظه ربما غير صحية ولكن يعني ربما تقديم أو تمهيد لشيء ما طبعا يتداول اسم طلس فارس طلس على ما أتذكر اسمه يتداول في المحافلة الدولية أيضا في بعض الصحف التركية ولكن هذا الخبر لم يأتي في أي صحيفة أخرى لذلك هذا الخبر منفرد ولكن طبعا جريدة الصباح قريبة إلى الهكومة أو أسماء اللعمية في الهكومة إذن ربما له بعض الصحة ولكن كما قلت ذلك ربما هذا استكشاف للمستقبل ربما محاولة دعنا نستكشف ونحاول معا معك أستاذ مصطفى نستكشف المستقبل ونستكشف كيف يفكر القادة الأتراك تجاه الأزمة السورية ككل وتجاه المعضلة التي يقف أمامها المجتمع الدولي وتقف أمامها المعارضة والنظام على طرفي النقيض وهي مصير الرئيس بشار الأسد يعني أردوغان كان يتحدث بعلو صوته عدة مرات وكذلك عبدالله أقول وكذلك أحمد داود أغلو عن أن لا مكان للأسد وأن الأسد أيامه معدودة في الحكم في سوريا كيف ينظر القادة الأتراك إلى هذه النقطة الآن؟ حتى الآن طبعا مصممة ومصيرة الهكومة التركية أن يترحل نظام بشار الأسد ولا يبقى هناك أي شخص حتى أحمد داود أغلو قال أمس أو نعم قبل أمس وأن طبعا سيكون هناك هكومة مستقبلية في سوريا ولكن لم تتلوث ولكن يتشكل هذه الهكومة الجديدة بمن لم يتلوث يده أو يداه بدماء السوريين لذلك هذا أمر قد حسم أكثر من مرة على هكومة التركية طبعا لا تحبز أن تكون هناك نظام بشار الأسد أو رجال بشار الأسد قابع في الهكومة مستقبليا وماذا تقدم الحكومة التركية لتحقيق هذا الهدف؟ طبعا تحدث رئيس الوزراء رجب طيب أردوان أن تركيا تقدم معونة إنسانية طبعا لا تقدم الأصلها كما هو مؤترف بالذلك في المحافلة الدولية ولكن قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوان بكلمة واحدة نحن نقدم دعما لوجستيا وليس دعما كسلاح إلى معارضة سوريا طبعا خريطة طريق بالنسبة لتركيا واضحة جدا منذ سنة سنتين وقد تم بحث ذلك أيضا في واشنطن مع الرئيس أوباما تركيا طبعا ربما كانت تفضل أن تكون هناك حصم أسكري في الصحة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقولي اهتماما بأن تكون تسفية سياسية لذلك تركيا قد تردت أو رضخت لرؤية الولايات المتحدة الأمريكية لذلك ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترضي موسكو عن طريق موسكو تريد حالا سياسيا ولكن هذا ليس على ما لا نهاية يعني المصار ليس مفتوها على مصرائيه إلى الأبد ربما إذا لم يكن هناك تسفية سياسية يكون هناك دعم مصالح للمعارضة حتى يكون هناك حص ماسكري أتحول مجددا إلى دمشق مع ضيفي الأستاذ أنس الشامي أستاذ أنس عندما تحدث سيد معازل الخطيب قبل أسابيع قليلة عن حوار مع النظام وزير المصالحة الوطنية علي حيدر وصف ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح طيب هل يريد النظام حوارا مع المعارضة وفق شروطه بدون تقديم أي تنازلات يعني أخي الكريم عندما نقول حوارا يعني أبناء الشعب السوري الخصوم السياسية تحت سماء سوريا أي المواطنين السوريين هؤلاء يجلسون على طاولة حوار يتبادلون الشأن السياسي السوري يتبادلون الشأن العام في سوريا سواء كانوا من المعارضة أم من النظام نحن نقر ونقول أن ليس هناك حلا عسكريا إنما الحل هو الحل السياسي لكن أن تأتي إملاءات من قبل الدول الراعية للطرف الآخر عبر قتال وعبر تقديم مدلوجستي وعبر استقدام مرتزقة من الشيشان ومن أفغانستان نفس هذه النقاط التي تفضلت بها تقولها وترددها المعارضة أنتم أيضا تقبلون إملاءات من إيران ومن روسيا ومن حزب الله وتحصلون على دعم عسكري وهناك مقاتلون من حزب الله يقاتلون إلى جواركم يعني نفس الشيء تقومون به أخي الكريم دعني أوضح لك المقاتلين من حزب الله ظهروا بالأمس في منطقة معينة وهي متاخمة إلى الحدود اللبنانية وهذه الحدود يعلمها القاصي والداني أن هناك قرى سورية وقرى لبنانية فيها عوائل تحمل أجنسيتان لا نريد أن ندخل في تفاصيل العمليات الميدانية أستاذ أنيس نحن لا نريد أتحدث عن موضوع الحوار نعم سوريا ترحب النظام الرسمي السوري يرحب بالحوار طيب لماذا لا يقدم النظام لماذا لا يقدم النظام يعني يكون أشطر من المعارضة على الأقل يعني يقدم يقدم مبادرة يقدم مبادرة منطقية لأن كل ما يقدمه النظام حسب المعارضة تجاوزته تجاوزته الأخبار هل أكثر منطقية من المبادرة الأخيرة التي تقدم بها السيد الرئيس بشار الأسد التي دعا فيها إلى طاولة حوار ودعا فيها إلى ميثاق جديد وإلى برلمان جديد وإلى انتخابات رئاسية مبكرة اليوم نحن نقول نحن على استعداد أن نتحاور مع السوريين لكن على أساس واضح وصريح مصلحة سوريا مصلحة الشعب السوري لكن اليوم عندما تسمع من هنا وهناك من بعض المعارضين أنهم يريدون استبعاد فئة معينة أو طيف معين من أبناع الشعب السوري عن طاولة الحوار هذا لا يمكن أن يقبل فيه ذول في سوريا نحن اليوم نقبل بكل أطياف الشعب السوري أن يجلسوا على طاولة الحوار وأن يتقدموا بمشروعهم ثم بعد ذلك نشتفت الشعب السوري على ذلك مفهوم طرح واضح وصريح استمعت عليه أستاذ لؤي الصافي أنتم أيضا كمعارضة لم تغيروا لهجة خطابكم ما استمعنا إليه من السيد أنس الشامي استمعنا إليه منذ أشهر لم يتغير أنتم أيضا لم تغيروا طرحكم ولا أفكاركم الرامية لحل الأزمة ما هو تصوركم لحل سياسي يكون مقبول من الطرف الآخر ويكون حل منطقي وواقعي طبعا طبعا نحن التحدي الذي أمامنا أننا في مواجهة نظام مراوغ يقول شيء ويفعل شيء الآن الضيفك من دمشق يقول أنه يريد حل سياسي في سوريا والنظام مفتح على الحوار طيب إذن لماذا النظام يعتقل عبد العزيز الخير وهذا الرجل لم يطالب إسقاط النظام لماذا النظام ملأ السجون بالأحرار الذين ينتقدوا النظام ويطالبوا بإصلاح هذا الكلام يعني أعتقد هو لا يصدقه عندما يقوله في سوريا هناك قبضة حديدية تمنع أي شخص من نقض النظام المطالبة بإصلاحات لا يوجد صحافة حرة صحافة كلها بيد النظام لا يوجد أحزاب حرة كل أحزاب أرجو الإنصات لما أقول أنا لم أقاطعك فطبعا هذا الكلام عن حوار كلام يقصد فيه المراوغة وليس صادقا الآن الحل عسكري هل هذا النظام يريد حل عسكري النظام الذي يقصف المدن والقرى ويزيد عدد الضحايا هل هذا بصدد للانفتاح على حل سياسي أم أنه يريد حل عسكري نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع قالها بصراحة أنه جرت حوارات طويلة في دمشق السنة الماضية ثم قدمت توصيات لكن هذه توصيات وضعت على الرف لم يعمل بها وكلامكم أنتم أيضا لم يتغير الآن بعد عامين أو أكثر على بدء الأزمة وبعد ما وصل عدد القتلى إلى أكثر من ثمانين ألف حسب الأمم المتحدة ماذا تقدمون أنتم كمعارضة من تصور يقبل به النظام أم أن الأمر جيد أن يستمر هكذا بالنسبة لكم أيضا شوف هذه الثورة مستمرة حتى إسقاط هذا النظام والنظام سيسقط هو الآن يبدو كأنه قوي لكن تلاحظ أنه يستعين بصورة كبيرة بحزب الله لم يعد قادرا على الاعتماد على جنوده بسبب ضربات التي تلقاها هذا الجيش من قبل الجيش الحر ومن قبل الثوار السوريين نحن ماضون لأنه ليس هناك أمامنا خيار آخر بصراحة هذا النظام عنده حل واحد اسمه حل عسكري فإذا لم يتغير النظام لم يقبل رأس النظام أن يتنحى فليس هناك أمل في أي حل سياسي يصلح الحال ويعيد البلاد لأهلها أرجو أن تتفضلوا جميعا بالبقاء معي سنناقش في الجزء الثاني من حوار الليلة نتائج اجتماع عمان الذي عقد في العاصمة الأردنية بالأمس والذي يمهد كما يقول القائمون عليه لمؤتمر جينيف 2 تابعونا بعد قليل نواصل حوار الليلة حول سوريا مبادرة سياسية متعددة لا تحظى بالإجماع نرحب مرة أخرى بضيوفنا في حوار الليلة من اسطنبول عضو الاعتلاف الوطني السوري لؤي الصافي ومن اسطنبول أيضا المحلل السياسي التركي مصطفى أسجان ومن دمشق عضو مجلس الشعب السوري أنس الشامي نذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أعود إلى ضيفي في اسطنبول المحلل السياسي التركي مصطفى أسجان أستاذ مصطفى هناك أنباء عن زيارة متوقعة قريبا لأردوغان إلى موسكو وبالطبع سيستمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لما سيطرحه الزعيم التركي ماذا يمكن أن يحمل معه أردوغان في هذه الزيارة من أفكار؟ طبعا هناك شراكة قوية جدا بين روسيا وتركيا ولكن تقلله قضية سوريا هناك بعض القبار على العلاقات الصناعية حول سوريا طبعا تركيا كما وصفت أن رئيس الوزراء رجب طايد أردوغان إنما كان في واشنطن اقتنع بفكرة أوباما وأيضا تبخى أو تسفية سياسية لذلك تريد تركيا أو رئيس الوزراء رجب طايد أردوغان إقناع موسكو لتنهيات بشار أسد لأن هذه القضية معقدة جدا وطبعا بكاوه 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 بشار أسد في سدة الحكوم هذا يكون معاناة وأذمة طاهنة في المنطقة لذلك لا بد أن يضول هذا النظام مع رموزه لذلك أعتقد أنه يريد إقناع بوتين لأن هناك علاقات حميمة بين الجانبين أصلا ربما يعني يريد ما هي الأدوات؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن يؤثر بها أردوغان على بوتين ليقنعه بتنحي الأسد كما تقول أستاذ مصطفى طبعا إذا كان الحل من خلال التسفية في سوريا هذا أيضا من مصلحة روسيا إذا كانت حل أسكري هذا ضد مصلحة روسيا لذلك هناك تهديد من واشنطن إذا لم يلتزم روسيا أو لا ترضى روسيا بالحل الدبلوماسي أو التسفية السياسية تدفع الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا طبعا حل الأسكري إلى الأمام في هذه الحالة روسيا ستخضر حتما ولكن إذا كانت تصايد موسكو لحل حلها أو حل تسفية السياسية في هذه الحالة سيكون هناك ربما دمانات وهناك تطمينات وتأكيدات بالنسبة لمصالح روسيا أعتقد أن رئيس الوزارة رجب طيب أردوان سيتباحث هذه العمور مع بوتين طيب أعود إلى ضيفي في دمشق الأستاذ أنس الشامي وكما استمعت إلى الأستاذ مصطفى في إسطنبول تفاهمات دولية تفاهمات أمريكية روسية تفاهمات محتملة ربما تركية روسية مؤشرات عديدة يلوح بها الروس توضح على أن النظام السوري عازم على المشاركة في مؤتمر جينيف 2 ولعلك أستاذ أنس تبعت بالأمس اجتماع عمان الذي مهد لمؤتمر جينيف 2 والذي شدد في نهايته عن لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية هل مشاركة النظام في مؤتمر جينيف 2 تعني تفاهم لهذه المقاربات الروسية الأمريكية التركية؟ دعني أؤكد لك أخي الكريم وللإخوة المشاهدين أن ليس لدولة أو منظمة أو أي شخص على وجه هذه الأرض أن يقرر مصير الرئيس الأسد من يقرر مصير الرئيس الأسد هم أبناء الشعب السوري عبر صندوق الاقتراع نحن ليس لأحد من وصاية علينا هنا سوريا الدولة الجمهورية العربية السورية ذات السيادة ولكن نحن نتحدث الآن هذا مفهوم هذا مفهوم يا سيد أنس نحن نتحدث الآن عن تفاهمات دولية ليس في مصلحة روسيا ولا أمريكا زعزعت المنطقة كما تعلم هذه التفاهمات التي تتحدث عنها هي عبارة عن خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة التي اشترك فيها معظم دول العالم أنت تدرك والأخوة المشاهدين يدركون أن أمريكا وإدارتها وبعض أذنابها في المنطقة هم من حركوا الشارع السوري وهم من استجلبوا هؤلاء المرتزقة من الأجانب إلى الداخل السوري نحن اليوم نتحدث لا تقاطعني لو سمع فقط لهذا التوضيح كيف حركت أمريكا الشارع السوري عندما اندلعت الاحتجاجات أنا أقول لك أخي الكريم عندما يكون هناك أشخاص هم ضعاف النفوس مؤتمرين بأمر الخارج ومرتهنين إلى الخارج يقبضون المال الخليجي والمال الأمريكي والسلاح الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يزعزعوا أمن واستقرار الشعب السوري والدولة السورية قبل النظام السوري أنت اليوم تتحدث مع ضيفك عن مصير الرئيس بشار الأسد أنا أؤكد أن ليس لأحد ولا لأي دولة أن تقرر مصير الرئيس الأسد لا إن كانت عدوة ولا إن كانت صديقة حتى لو حدثت تفاهمات روسية أمريكية حول هذا الموضوع لا تفاهمات ولا غير تفاهمات نحن ليس لأحد من وصاية علينا كشعب سوري من يقرر مصير رئيس الجمهورية العربية السورية هم أبناء الشعب السوري عبر صندوق الإقتراع الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية حتى هذه اللحظة هو الرئيس الدكتور بشار الأسد أنا أتفاهم موقفك يا أستاذ أنس وأنت عضو مجلس الشعب السوري يعني هناك أتفق معك قد لا تكون هناك وصاية على الشعوب ولكن بشكل أو بآخر هناك إمكانية لأن تتحكم أو تؤثر دعنا نقول بمعنى آخر الدول الكبرى على الحكومات وبالتالي من المحتمل أن يتم بحث مسألة مصير الرئيس الأسد في أي محادثات مستقبلة له منذ اللحظات الأولى هم قدموا مشاريع أولا تحدثوا عن خطة ما حصل في تونس ثم بعد ذلك عن ما حصل في اليمن ثم بعد ذلك عن ما حصل في مصر هذا منذ اللحظات الأولى خرجنا وقلنا للعالم بأسله أن سوريا ليست تونس وسوريا ليست مصر وسوريا ليست اليمن سوريا هي أرض الرباط وأرض المقاومة بكل أطيافها وألوانها الشعب العربي السوري وحده من يقرر مصير رئيسه المنتخب الدكتور بشار الأسد وذلك عبر صناديق الإختراع نعم هناك معارضة نحن نقول بملء أفواهنا إلى المعارضة تعالوا إلى طاولة الحوار وقدموا مشروعكم والنظام يقدم مشروعه هذا مفهوم وأنت قلت في إجابتك على السؤال الأول لأن ينتهد من يريد لا نضيع الوقت أستاذ لؤي الصافي أنتم رحبتم بنتائج اجتماع عمان الذي يمهد كما يقال لمؤتمر جينيف 2 والذي شدد على أن لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية هل أسألك هل مدكم ذلك بثقة أو بشيء من الثقة في أن الروس والأمريكيين عازمون عن أن لا مكان للأسد فعلا بعد جينيف 2 وهل لعبت هذه الثقة وربما الانطباع بتفاهم روسي أمريكي على رفضكم لمبادرة السيد معاذ الخطيب نحن الثقة التي لدينا تأتي من حقيقة أن هذا الشعب اتخذ قراره الأسد سيزيحه هذا الشعب البطل الشعب الذي يأخذ مخاطر ويقوم بتضحيات للحصول على حريته الآن طبعا الأسد بدأ بعد سنتين من صمود هذا الشعب البطل ونقله للمبادرة إلى يده رغم استخدام الجيش السوري بكل أسلحة الفتاكي التي لم تستخدم ضد أي عدو إلا الشعب السوري بعد هذه الفترة بدأ النظام يستدرج المنطقة كله إلى حرب قليمية الآن لبنان على كف عفريت بعد أن طلب النظام من حليفه اللبناني اللي هو حزب الله الدخول لدعمه في معركة القصير والقصير صامدة لا زالت وخسائر النظام وهذه الحزب كبيرة ولذلك في النهاية روسيا هي بيدها أن تنهي حمام الدم أن تنهي السفك أن تمنع نظامنا المضي في قتل الناس مستخدما الدبابات والطيارات والصواريخ الروسية المشكلة أن روسيا تحمل نظام ونحن نرجو أن القادر الروس يدرك في النهاية أن أي رئيس يحارب شعبه سيهزم لا يمكن لنظام ولرئيس يحارب الشعب إلا أن يهزم يعني أنتم تقولونها يا أستاذ لأي منذ عامين تقريبا ولم يتزحزح الموقف الروسي يعني حتى أن لفروف بالأمس يقول بأنكم لستم موحدين في المعارضة على قلب رجل واحد وأن أموركم أيضا مشتتة هذا كلام غير دقيق يعني تعرف المعارضة السورية معارضة حرة وتملك الحرية في التعبير وفي تبادل الرأي لكن عندما نصل إلى قرار فهذا القرار يتخذ بصورة نظامية فإذا نحن لا هذا الكلام غير دقيق نعم طبعا يجب أن يدرك الجميع أن المعارضة بنت بنيتها خلال سنة ونصف وأن هذا الجيش الحر الذي لم يكن موجودا قبل عام ونصف فالآن يهدد النظام ويدير مدن وقرى فبالتأكيد خلال سنة ونصف حدث تطور كبير النظام من خلال آلة الإعلامية والخطاب الخشبي الذي سمعته قبل قليل من قبل أحد المنافعين عنه الذي لا يملك بيده القرار وأنه عضو في مجلس الشعب لكن هذا المجلس الشعب ليست بيده يتخذ قرار واحد لوقف القتال طيب طيب أرجو أن تتفضل ومعك أيضا ضيفايا الأخران بالبقاء معي سنتابع الجزء الثالث والأخير من حوار الليلة بعد قليل الآن نستعرض بعض المشاركات التي وردتنا من المشاهدين حول حلقة الليلة سالم المبارك على تويتر يقول المعارضة السورية منقسمة على نفسها ولا يوجد لها موقف موحد تجاه حل الأزمة نستطيع القول أن المعارضة السورية تضم معارضات عدة أما أبو دجلى السقار على فيسبوك فيعتقد أن المعارضة المسلحة في سوريا موحدة لكني أشك كما يقول في أن تظل موحدة بعد سقوط الأسد حسن مهراز من جهته يقول على كافة طياف المعارضة السورية أن تتخلى عن خلافاتها وتقدم مبادرة موحدة للخروج من الأزمة لإنقاذ الوضع الميداني المتدهور للجيش الحر محمود السعد يشير من ناحيته إلى أن المعارضة السورية في الخارج غائبة عن المشهد فهم يتحدثون عن دولة مدنية ديمقراطية بينما المئات يذبحون يوميا والمجازر في كل مكان أخيرا هشام أبو قرى يرى أن كل أطياف المعارضة السورية متفقة على ضرورة الحل العسكري للأزمة ولا يوجد أي أفق للحل السياسي نعود إلى ضيوفي وتحول إلى إسطنبول مع الأستاذ مصطفى أزجان المحلل السياسي التركي أستاذ مصطفى التطورات الأخيرة التي وقعت في الجولان ومخاوف من قيام إسرائيل بشن ضربات جوية جديدة ضد سوريا هل كل ذلك يسهم في زيادة الضغوط الغربية والروسية على النظام السوري وعلى المعارضة للذهاب إلى مؤتمر جينيف 2 نعم طبعا مشكلة سوريا أصبحت مشكلة كبرى إقليمية ودولية أيضا ربما تنطلق الشرارات إلى المنطقة برمتها إلى تركيا كانت هناك حدث ريحان وأيضا هناك اشتباكات على طول هدوط جولان ما بين إسرائيل والنظام السوري أو ربما أيضا ينخلط فيها بعض المعارضة ربما لذلك لا بد حصم هذا العمر إما بالتسفية السياسية إما بالحصم الأسكري طبعا هناك اهتمال نجاح التسفية السياسية طبعا إذا كانت طرد بها روسيا هناك بصيص من الأمل في النفق في جنيف الثانية لأن أعتقد أن المعارضة متحضرة أكثر من ذي قبل إذا قلنا بجنيف الأول كانت هناك عدم توافق ربما بين فئات من المعارضة وأيضا طبعا كان النظام دمشكي لا يرضى عن جنيف الأول ربما لذلك ألن أرضية أكثر صالحا ربما لتوافق في جنيف الثاني ربما روسيا أكثر قبولا للتسفية السياسية اليوم هناك طردية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا إذن هناك ربما بصيص العمل في النفق فإلا سينتقل شزايا هذه المشكلة أو الحرب إلى المنطقة ولا يثلثني أحد طيب أستاذ أنس الشامي استمعت إلى الأستاذ أسجان وهو يتحدث في مرة جديدة عن إمكانية زحزحة الموقف الروسي الداعم للنظام السوري ألا يخشى النظام وأسألك أن يضحى به من قبل الروس في أي تفاهمات محتملة في جنيف الثاني دعنا نقر أخي الكريم أن هناك دول كبرى هي من تقوم بالدور الأكبر فيما يجري بالمنطقة بعمومها وعلى وجه الخصوص في سوريا اليوم روسيا هي دولة صديقة وحليف استراتيجي للجمهورية العربية السورية منذ زمن طويل وروسيا لم تتبدل ولم تتغير منذ أمد طويل وعرف سياسيا أن الأمريكي الذي عبر التاريخ خبره العرب هو من يغير ويخالف بينما الروسي هو من يحافظ على أصدقائه هذا من جانب لماذا لم يحافظ الروس على ميليوسوبيتش وعلى القذافي أنا أريد أن أؤكد لك أن القذافي وأنت تعلم أن النظام القذافي من سلم أسلحته إلى أمريكا ومن سلم أسلحته إلى بريطانيا وعقد صفقة معهم هو خرج عن دائرة الالتزام بالاتفاق الروسي طيب ما علينا أما الجانب الأهم دعني أحيي من الحديث إلى المقاطع فقط الروس كانوا يدعمون القذافي إلى آخر لحظة وأنت تعلم أستاذ أنس وأنت عضو مجلس شعب ومتابع هذه حقيقة الوضع مختلف مئة بالمئة قلنا ومنذ البداية سوريا ليست ليبيا وسوريا ليست اليمن وسوريا ليست مصر سوريا هي الدولة التي ردخت وجعلت رأس وجبين إسرائيل في الوحل في حرب 2006 وفي حرب 2008 وقبل ذلك في حرب أكتوبر 73 هؤلاء يحاربون اليوم الدولة السورية والنظام السوري لوقوفهم إلى جانب المقاومين الأشراف الحقيقيين الذين أسقطوا الدعاء إسرائيل الدولة التي لا تقهر هذا من جانب أما من جانب آخر اعتماد النظام الرسمي السوري واعتماد الرئيس بشار الأسد ليس على حلفائه فحسب وإنما اعتماده الأكبر على شعبه اعتماده الأكبر على أحقيته اعتماده الأكبر على أنه ماض في نصر الحق وإنا بإذن الله لمنتصلون لأننا وأرضنا وشعبنا والحق أكثرية خلي شوية لضيوفنا الآخرين أخذت أكثر ما تستحق أنت لم تعطني وتقاطعني دائما أستاذ لؤي لأن ما تطرحه جدير بالاستفهام والاستفسار منك أستاذ أنس أستاذ لؤي الصافي ما توجهاتكم كمعارضة نحو مؤتمر جينيف 2 نحن مرحبنا في هذا المؤتمر لكن عندنا عدد من الأسئلة حوله خاصة فيما يتعلق بالموقف السوري نظام السوري لم يعترف بهذه الاتفاقية لم يقل أنه قبل بنودها وهذا القبول شرط من أجل وداء في أي تفاوض تحت غطاء أو ضمن إطار اتفاقية جينيف لكن طبعا النظام هذا ليس أول خطأ يرتكبه هو ارتكب سلسلة من الأخطاء وفي النهاية الآن مصير السوري أصبح في يد إيران وروسيا والنظام اعتمد بصورة متزايدة عليهم لحفظ الأمن والسيطرة على البلاد أستاذ لؤي هل هناك ضغوط تمارس عليكم للمشاركة في هذا المؤتمر طبعا هناك نقاشات مفتوحة بصراحة القرار يتم اتخاذه ضمن الهيئة العامة بعد قيام بنقاش وبالتصويت فهو دائما القرار وطني بامتياز نحن بصراحة وقلناه للجميع لن نذهب إذا كان ذهب فرصة لأخذ الصور طيب منتو قلت كده كنت هكذا كلام في فترات سابقة ومؤتمرات سابقة مؤتمر روما على ما أذكر وذهبتم نعم ذهبنا بعد أن تغير موقف وقدمت أمور أخرى إضافية نعم نحن طبعا نواجبنا كمعارضة استمرار بالعمل السياسي لكن نحن مصرين على أن يكون القرار في مصلحة البلاد مفهوم من غير الممكن طيب أن ندخل في تفاوض مع نظام ليس جاد في عملية التفاوض لابد من إدراك أن هناك جدية ولابد للمجتمع الدولي أن يقوم بخطوات من أجل الضعط على النظام للقبول بعملية نقل السلطة إلى الشعب طيب سادة مصطفى أسجان في إسطنبول هل يتعمد الغرب ومعه روسيا إضاعة الوقت لإنهاك طرفي الأزمة المعارضة والنظام السوري هناك اعتقاد شعي على ذلك استنزاف الطرفين مثلا كما حصل في أيام حرب بين إيران والعرك أيام صدام وسين وعاية الله خميني وكذا طبعا دعمت الغرب في الحرب عالمية الثانية روسيا مقابل العلمية الغربية ربما الاستنزاف في ميدان لذلك بعض كتاب الأمريكيين هم يؤكدون ذلك يقولون أن مصلحة القرب ومصلحة إسرائيل أن تكون هناك استنزاف الطرفين كلاهما عدو لإسرائيل وربما عدو بالنسبة للدول الغربية أو بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الذين يمددون هذه الحرب هو النزام الموجود في دمشق وأيضا حليفه في إيران وهم الذين يزايدون الحرب أو يمدون أمد الحرب بدون أي تعيل إذا كانت هناك حكم فكان عليهم أن يحتكموا إلى الشعب ولكن بالشفافية ولكنهم لم يفعلوا ذلك يقول ضيفكم من دمشق أن الذي يقرر المسير هو الشعب شكرا جزيلا الشعب السوري قرر المسير في سوريا خلال لم يعد لدي وقت أستاذ مصطفى أسجان الكاتب والمحلل السياسي التركي من إسطنبول شكرا جزيلا لك كما أشكر ضيفيها في إسطنبول أيضا عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وعضو الإتلاف الوطني السوري لؤي الصافي وكذلك أشكر ضيفي عضو مجلس الشعب السوري في دمشق الأستاذ أنس الشامي غدا نفتحه ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية أما أنا فألقاكم على رأس الساعة بإذن الله شعي على ذلك استنزاف الطرفين مثلا كما حصل في أيام حرب بين إيران والعرك أيام صدام وسين وعاية الله خميني وكذا طبعا دعمت الغرب في الحرب عالمية الثانية روسيا مقابل العالمية الغربية ربما الاستنزاف في ميدان لذلك بعض كتاب الأمريكيين هم يؤكدون ذلك يقولون أن مصلحة الغرب ومصلحة إسرائيل أن تكون هناك استنزاف الطرفين كلاهما عدو لإسرائيل وربما عدو بالنسبة للدول الغربية أو بالأخص على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الذين يمددون هذه الحرب هو النزان الموجود في دمشق وأيضا حليفه في إيران وهم الذين يذايدون الحرب أو يمدون أمد الحرب بدون أي طايل إذا كانت هناك حكم فكان عليهم أن يحتكموا إلى الشعب ولكن بالشفافية ولكن لم يفعلوا ذلك يقول الضيف من دمشق أن الذي يقرر المسير هو الشعب شكرا جزيلا أيضا عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وعضو الإتلاف الوطني السوري لؤي الصافي وكذلك أشكر ضيفي عضو مجلس الشعب السوري في دمشق الأستاذ أنس الشامي غدا نفتح ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية أما أنا فألقاكم على رأس الساعة بإذن الله